السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمر الى تمرين سبعتاش صفحة بنية وثمانية الجدول التالي يعطينا اصناف المسافات بالكيلومتر التي قطعتها مجموعة من السيارات خلال الفاتح من يونيو الفين وثلاثة عندنا هنا الصنف وعندنا اه الطار الضود المطلوب مننا تحديد المعدل الحسابي اذا انطلاقا من الطار الضود نستخرج المعدل الحسابي كيف ذلك غير باش نوضح الامور اكثر الى تردد ما معنى التردد تردد كيساوي الحاصص مقسم على الحاصص الاجمالي وعندنا المعدل الحسابي كيساوي مجموع ديال من ديال الحاصص في الميزة على الحاصص الاجمالي الحاصص ضرب الميزة على الحاصص الاجمالي اذا هنا المعدل الحسابي اذا بغي نوضحه اكثر هذه القيمة هذه الحاصص الاجمالي الحاصص الاجمالي طار الضود Score consistency انطلاقا من التعبير هذا معركة حاصص الاجمالي وعودناها بالطردد إذن الآن كم تساوي تساوي المجموعة الطردد في الميزة عندنا الطردد هو 11-23-25-4-13 سنضربوه في الصنف في الميزة الميزة دينا هنا هي المنتصف من الستين حتى السبعين سنأخذ المنتصف هي 65 وبالتالي سنضيرو 1 على 10 مضربوه في 65 هذا يجبين بالنسبة للميزة الأولى سنأخذ المجموعة زائد قلنا نجمعه زائد 3 على 20 طردد مضربوه في المنتصف من السبعين إلى 20 هي 75 زائد 1 على 5 طردد مضربوه في المنتصف من 80 إلى 90 هي خمسة وثمانين زائد واحدة لأربعة مضروف المنتصف هنا من تسعين للمياه هي خمسة وتسعين زائد طرد ضد ثلاثة على عشرة مضروف في الصين منتصف ديال الصين من مياه المياه وعشرة اللي هي مياه وخمسة هذا المجموع كامل اللي حسبنا غيرتنا تسعين إذن كتاريف آخر لمعدة الحسابي هو مجموع طرد ضد في الميزة مجموع طرد ضد في الميزة نمشي وليش دول الحسيسات والحسيسات المطاركمة بحيث أن الحسيس ديال الصين من سبعين لثمانين من سبعين حتى لثمانين الحسيس ديال الصينف دياله أعطاه لنا هو خمسة وربعين خمسة وربعين الآن أريد أن نحدد الحسيس والحسيس المطاركيم كيف ذلك؟ ناخده بالنسبة لها الصينف هذا بالنسبة للصينف الصينف من سبعين حتى لثمانين ماذا لدينا؟ لدينا الطرد ضد عندنا الطرد ضد دياله F كم يساوي؟ بنسبة للصينف هذا ثلاثين على عشرين والحسيس 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 الحسيس دياله هو خمسة وربعين وكيف نحسبه الطرد ضد؟ نقسمه الحسيس على الحسيس الإجمالي وكيف نعطينا هنا ثلاثة على عشرين وبالتالي مثلا ليكون T هو الحسيس هو هو الحسيس الإجمالي إذن عندنا T هو الحسيس الإجمالي لابدنا نقلبه على T قلنا نقوم بعمل إذن F ما تساوي؟ F طرد ضد F لو نحسبه الطرد ضد نقوم بعمل الحسيس اللي هو 45 على T هذه بالنسبة للصينف سنسميه F2 بالنسبة هذا T هو الحسيس الإجمالي يعني الطرد ضد نقوم بعمل على T أي لابدنا F نقوم بعمل القيمة هي 3 على 20 تساوي 45 قصوم على T ونخرج هذا الحسيس الإجمالي بحل المعادلة ومنه T تساوي إذن T T 3 تساوي 20 45 مقسمة على 3 45 على 3 تساوي 25 30 300 أفون نعم 300 300 إذن هذا هو الحسيس الإجمالي ونضعه في الجدول الحسيس الإجمالي هنا في نهاية الحسيس المتراكم 300 الآن كي نحسب الحسيس بنفس الطريقة عندي الحسيس المتراكم سنحدد بالنسبة للصينف هذا سيكون الحسيس حسيس بالنسبة للصينف من 60 حتى 70 من 60 حتى 70 إذن هنا سنقوم بمباشرة طرد مقسمة 1 إلى 10 1 إلى 10 ونضع x 1 نسميها x 1 وهو الحصيس حتى هذا x نقلبه حتى سنقوم بمباشرة حتى ونقوم بمباشرة الآن حصيس الإجمالي سنقوم بمباشرة 1 إلى 10 تساوي هذه القيمة x مقسمة 300 ونخرج هذه القيمة كيف تساوي؟ إذن x على 300 إذن x1 تساوي 300 على 300 في 1 على 10 ومنه x1 يساوي 30 والذي يمثل حصيص الصينف حصيص الصينف من 60 حتى 70 ونرجع للجدول ونوضع هنا القيمة 3 بنفس الطريقة في هذه القيمة بالنسبة للصينف كذلك الصينف الموالي بالنسبة للصينف الآن من 80 حتى 90 لدينا لدينا الفريقونس تردد ترددد هذا الصينف هذا الصينف هذا من 80 هو 1 على 5 1 على 5 يساوي x نسميه x3 على الحصيص الإجمالي اللي هو 300 إذن x3 قد يساوي 300 في 1 على 5 ومنه x3 قد يساوي 30 على 5 هي 60 والذي يمثل حصيص الصينف من 80 90 ونحن نمشي للجدول ونضع 60 إذن هنا بنسبة للصينف هذا من نفس الطريقة بالنسبة للصينف الرابع بالنسبة للصينف من 90 حتى 100 ماذا عندنا؟ لدينا عندنا ذلك الفريقونس دياله هو 1 على 4 وهذا الفريقونس كيف نحصل عليه؟ نحصل عليه بقسمة هذه القيمة هذه اللي غنوضع في بلاستها أنا x4 x4 مقسمة على 300 الحصيص الإجمالي إذن x4 تساوي 300 ضربة في 1 على 4 ومنه x4 قد يساوي 75 150 75 وهو حصيص هذا الصينف وهو حصيص هذا الصينف حصيص هذا الصينف حصيص هذا الصينف يعني من 90% ونحن نمشي للجدول ونعاول نسجل 75 75 بنفس الطريقة هنا بالنسبة للصينف الأخير أنا غني مشي لدي الصينف بالنسبة للصينف من الأخير من 100 حتى 110 لدينا عندي كتمال فريقونس تردد 3 على 10 إذن 3 على 10 يساوي هذا المجهول الذي سنسميه x5 حصيص x5 مقسمة على 300 إذن x5 تساوي 300 300 في 3 على 10 وبالتالي سنحصل على x5 يساوي 90 900 على 10 تسين إذن هنا تسين نحن حصلنا على x هنا تسين دابعا نشي نحسب الحصيص المترك إذن هنا عندنا 30 ثلاثين زائد 45 هي 75 75 زائد 6 هي 135 135 زائد 75 هي 210 نعم 210 210 زائد 9 300 هذا هو دول الحصيص المترك دائما ستعرف العلاقة بين تردد والمعدل الحسابي شكرا على حسن المتابعة دائما تمرئ